الحمد لله ولي الحمد ومستحق وصلى الله وسلم على عبده سيدنا محمد الناطق بصدقه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله وذربه إلى يوم لقاء الحق تعالى في علاه أما بعد فإن دروس رمضان تكسب المؤمن سعادات وترديه ترقيات حسنات مباركات وتجعله على استعداد لأن يستقبل أيام العيد وما بعدها من أيام العمر المعدودات المحسوبات إن الأعمار لقصيرة وشؤونها كبيرة غضيرة فيا صاحب العمر القصير الذي يكبر ويعظم شانه ينبغي أن تعرف من جيمة العمر ما تصرفه في مرضات مولاك تعالى وما يجب لك المثوبة والسعادة والمننة التي لا زوال لها ولا انقضاء لها تكسب كل ذلك من خلال هذا العمر فكلما توفر لك من خير في رمضان فحفظ عليه واستزد منه وكن مآخذا لعلامة القبول لك عند ربك في حالك فيما بعد رمضان كيف تختم رمضان وثم كيف يكون حالك بعد انقضاء رمضان وانتهاء رمضان فإن من كان يعبد رمضان فإن رمضان شهر ينقضي وينتهي ويفنى ويرحل ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان رب كل زمان ومكان حي لا يموت قائم على كل نفس بما كسبت يعلم ما نشر وما نعلن وما نبدي وما نبطن لا إله إلا هو إليه المصير اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحشن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين ومن هنا ناخذ في السنة الكريمة أن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم ويصادف الإنسان وحيانا نشاطا وقبالا حسنا ويصادف حيانا فترة وكسلا فعليه أن يرتبر نفسه من الأعمال الصالحة مقدارا معينا يزيد منه عند النشاط ولا ينقص منه عند الكسل مقدار يستطيع الموظبة والمدومة عليه فما قل ودام خير مما كثر وانقطع فوالله لا يمل الله حتى تملوا كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أي إذا أكرهتم أنفسكم على غير تدريج وعلى غير بصيرة وقعتم في الملل فتركتم العمل فانقطع عليكم الثواب من الله عز وجل ولكن مهما تدرجتم ومشيتم في الأمور بحسن الترتيب لم ينقطع عنكم وددوا الله وفيضوا الله وإحسانوا الله وثوابوا الله لأن الله لا يمل من عطائهم حتى تملوا أنتم فتقطعوا أنفسكم فلا تتعربوا لبعث الملل من أنفسكم على أنفسكم فينقطع عنكم عطاء ربكم جل جلاله فهذا معنى قولي فوالله لا يمل الله حتى تملوا لا تعبذوا لأنفسكم لأن تملى فينقطع عنكم فضل الله لأن الله لا يقطع عنكم فضله وثواب ما دمتم عاملين فاحرصوا على دوام العمل وعلى الاستمرارية في العمل فإن الاستمرارية على العمل تؤثر تأثيرا حسنا وقد ذكرنا من أول الحلقات في هذا الشهر أنه إذا اكتسب الإنسان صيفة رقابة الحق من خلال صومه وقيامه في رمضان سهل عليه أن تدوم عليه هذه الرقابة بعد أن دامت ثلاثين سنة فيما بعدها فإذا أضاف إليها عشرا من شوال وكملت أربعين سنة فإن الخلق الذي يكون مع الإنسان أربعين سنة يكون أقرب إلى الرسوخ والثبات فيه ولأن يتمكن فيه ولقد جعل الله بداية تطوير الإنسان في الخلق أربعين يوم نطفة ثم أربعين يوم معلقة ثم أربعين يوم مضغة فيدرجه بعد كل أربعين يوم إلى حالة أخرى فكذلك بعد انقضاء هذا الشهر الكريم يحصل ثبات الخلق الذي رسخ فيك خلال الثلاثين اليوم ولو أضفت إليها الأربعين اليوم أخذ من ذلك الحكمة في ميقات الله لسيدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي أربعين ليلة إذن في مسألة التعود شان عجيب مع النفس الإنسانية هذه النفس الإنسانية ما ألفته ألفته وما عودت عليه اعتاداته حتى أن الإنسان قد يثبل عليه أمر ثقلا كبيرا فيتعوده تعود شيء في شيء فيصير له عادة راسخة يصعب عليه تركه ويصعب عليه مفارقته عكس ما كان في أول الأمر ومن علم منه شان طبيعته هكذا فليعلم حكمة الله في جعل الطبيعة على هذا الحال ليبوم باستصلاح نفسه وحملها على الخلوب الكريم وعلى العمل الصالح وعلى القول الحسن وتنزهه عما عدى ذلك فإن تكلف ذلك في البداية صار طبعا راسخا عند هذا الإنسان قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم إنما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله يكسبه سبحانه وتعالى وصف الصبر ويكسبه سبحانه وتعالى نعت الصبر ويكون من القائمين به وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أنه شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقد جاء في الخبر أن الصوم نصف الصبر وجاء في الخبر أن الصبر نصف الإيمان فصار الصوم ربع الإيمان بمقتضاها دين الحديثين فما عجب الصوم وما يعلمه الإنسان من الصبر ومعنى المداومة ومعنى المواضبة وإثبات العمل الصالح لتكون العادات الطيبة راسخة فينا ولنتنزه عن العادات السيئة في أقوالنا وأفعالنا فنتظهر عن مساوينا وعن عيوبنا ومن كان يطلب لنفسه العذر بأن طبيعته صعبة وأن طبيعته لا يقدر على كذا وأنه لا يصبر على كذا نقول فما مدى جهادك في تغيير عادتك هذه وفي تطبعك بالطبع الأنسب والأجمل ولمبعث الأنبياء وأنزلة الكتب أن يبقى كل دي طبيعة بطبيعة أم ليتحول الناس من طبيعة إلى طبيعة ومن سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ليس يوضع في الميزان شيء أثقل من الخلق الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن وفي ذلك يروي بعض تابع التابعين عن الحسن البصري عن الحسن بن علي فيقول حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن فهو من خيد ما أوتي الإنسان وفي الحديث أيضا ذكر اليقين مع الصبر وأنه من أعظم ميوت بن آدم وأن من أوتي حظه منهما جمع الثم ثواب من كل جانب فلا يبالي ما فاته من صورة الأعمال ما دام على هذين البصفين إن من أجل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي ما فاته من جيام الليل وصيام النهار أي أنه وإن لم تكسر أعماله الصالحة في الصورة والظاهر فإن هذين الوصفين يجلب بهم الثواب من كل جانب إن العبد لا يبلغ بالخلق الحسن درجة الصائم القائم فصل الله على سيدنا أحسن الناس خلقا وعلى من اتبعه في طريقه وعلى من سار في سبيله وعلينا معهم وفيهم والحمد لله رب العالمين